القانون الثالث للديناميك الحرارية ناقش القانون الثالث للديناميك الحرارية الحالة المثالية أو الكاملة للأنظمة، وهي الحالة التي تكون فيها درجة حرارة النظام عند الصفر المطلق، أي أن جزيئات النظام منعدمة الطاقة الحرارية، وذلك لأن مصدر الطاقة لجزيئات أي نظام هو درجة الحرارة. فكلما ارتفعت درجة الحرارة زاد الطاقة الجزيئات فتزيد بذلك عشوائيتها أو الانتروبيا وكلما انخفضت درجات الحرارة قلت عشوائية الجزيئات أو الانتروبيا ويمكن الآن تعرف الصفر المطلق بأنه درجة الحرارة التي تكون عندها جميع المواد في الحالة الصلبة حتى الغازات كالهيدروجين أو الهيليوم نص القانون الثالث للديناميكا الحرارية ينص القانون الثالث للديناميكا الحرارية على أن درجة الانتروبيا أو العشوائية لأي نظام عند درجة الصفر المطلق تساوي صفرا استخدامات القانون الثالث للديناميكا الحرارية بما أنه لا يمكن الوصول لدرجة الصفر المطلق فيزيائيا فإن القانون الثالث للديناميك الحرارية أعيدت صياغته ليناسب العالم الحقيقي فأصبح تقترب انتروبيا النظام من الصفر عند اقتراب درجة حرارتها من درجة حرارة الصفر المطلق وعلى الرغم مما تم من إعادة صياغة للقانون الثالث للديناميك الحرارية إلا أنه لا يمكن التأكد منه تجربيا فأقل درجة حرارة تمكن العلماء من الوصول إليها هي 100 بيكو كيلفن والبيكو يساوي 10 أسسال بـ 12 كيلفن